الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ولاي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذاهوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت وصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع رواقعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تترون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدن ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسعونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم والعجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواه الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منا حيث حئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة لغفر لكم خطاياكم وسنزيل المحسنين فبدنا الذين ظلموا قولا ويرا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استصقى موسى لقومه فقل أغرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقليا وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إذبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ودربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وانكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكوتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فانض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع لونها تسر الماظرين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابى علينا وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحظ وسلمت لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تبقمون فقل اضربوا ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجع منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونا بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يبنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت سيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أن تخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وات الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم نعرضون وإذ أخذنا بيثاقكم لا تسفقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديانكم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتهرجون فريقا منكم من ديانهم تظهرون عليهم بالإثم والعضوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا منهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ونمريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استغبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئسها اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فتله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فد تكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والكعو مع الراقعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتسلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يدنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلي راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس يوما لا تجزي نفسكم على العالمين 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 يكون في طول المصر تم المصر ذلك حداء حداء وتج surge يغدي 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 حداء دوا كاتك حداء حداء كمأن أخو أخو الله أخو أخو الأخو أخو أخو كبير أخو أخو كبير أخو 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 الا اين السن Öyle سنع晴قت تبقى كتب خلاص Kami berfirman Kami Allah berfirman Turunlah kalian Kalian disini Kalian disini adalah Adam, Hawa, dan Iblis من ح من Dari ح يَا سُرْجَ يَا مِعَ Seluruhnya Semua فَا مَكَ إِمَّا Adapun Atau jika يَا تِيَنَّ Sungguh telah datang Atau sungguh datang Kepada kalian Dua kata من dan من Dari إِنِكُ هُدَن Petunjuk فَا من Siapa yang تَبِعَ هُدَا يَا فَا لَا خَوْفُن عَلَ هِم هُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَنَهُدَن تخط أم أن يعرف أي فالتخط هو أن تعرف أيضًا أيضًا سبيحة أيضًا 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 يا ميا نگه ، رحل مياه ، بغوين تقيم íficا مجلسان حسن أعقل اعقل حسن الأعقل بaciones Lud Fusion جائenza يحضر يحضر يسال ستبري وَالَّذِينَ اُلَّذِينَ يَنُّ مَلَاقْ وَكَبَرُهُ يَاكَذَّبُّ يُدرسطان بِ أَيَاةِ يَمَلْتُ مَلَتُ مَلَاقْبْ يَمَلَاقْ مُعَنَّاتِ يَمَلَاقْبُ كَمِي أُلَا إِكَ أَسْحَابُ أَنَّار هُم فِي هَا خَالِدُون يَا كَال أَلَّذِنَ كَفَرُ أَلَّذِنَ أُلَا إِكَ أَسْحَابُ أَلَّذِنَ 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 فالترين أمد حفال موسيقى 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 المترجم للقناة Alhamdulillah 90% Hanya kata Ulaika dan Ashabu Ayat berikutnya Ya Bani Israel Berapa kata? Kita buat dua ya? Ya, apa ya? Bani Israel Meski Bani Israel Itu terdiri dua kata Tetapi menjadi satu kesatuan Bani, apa Bani? Anak-anak Israel Israel itu Sebutan untuk Nabi Yaakub Sebutan untuk siapa? Nabi Yaakub Kenapa Nabi Yaakub disebut dengan Israel? Sudah pernah dibahas belum? Sudah Isra itu artinya Hamba Il artinya Allah Berarti Israel artinya apa? Hamba Allah Bahasa Arab yang kita kenal Apa? Hamba Allah itu? Abdullah Itu orang soleh Abdullah Berarti Yaakub Itu adalah Hamba Allah Hamba Allah Kalau gitu Anak-anak Israel Berarti anak-anaknya siapa? Hamba Allah Yaitu? Nabi Yaakub Bani Israel Berarti anak cucunya Nabi Yaakub Kalau begitu Israel itu Baik atau bukan? Baik Kalau disebut Dasar Israel Mau gak? Gak mau Mau gak? Kenapa gak mau? Kan artinya Hamba Allah kan? Ya Alpi mau? Alpi Israel Mau gak? Kenapa gini? Ya Karena kesannya sudah Untuk orang Yahudi Ya Asalnya Israel adalah Isra itu artinya Hamba Il artinya Allah Padangan katanya Abdullah Bani Abdillah Yaitu Bani Yaakub Paham ya? Jadi Bani Israel Adalah anak cucunya Nabi Yaakub Alaihissalam Siapa Nabi Yaakub? Ayahnya Nabi Terus Anaknya siapa Nabi Yaakub? Anaknya siapa Nabi Yaakub? Keturunan Nabi Adam ya Yang jelas Keturunan Nabi Adam Betul Ya Singkatanya Jawabannya Keturunan Nabi Adam Sudah selesai Nabi Yaakub Putranya Nabi Ishaq Nabi Ishaq Putranya Nabi Ibrahim Putranya Keturunan Nabi Adam Ya Lanjut Ayat ke 40 Ya Bani Israel Ya Apa? Bani Israel Ya Bani Israel Apa? Wahai Bani Israel aja Disebutnya Gak usah disebut Wahai anak-anak Abdullah Bingung orang dengerin juga Abdul Hamana gitu Udhkuru Ingatlah Ni'mati ya Berapa kata? Ni'mati dan? Ya Siap-siap ya Yang tadi yang belum hafal tadi Nanti ditanya Siap-siap Berhatiin Berhatiin Qur'annya ya Ni'mati ya Apa artinya? Ni'matku Allati An'amtu Aku anugerahkan Kalau engkau anugerahkan An'amta alaihim Ya Kalau an'amtu Aku anugerahkan Kalau kami anugerahkan An'amna Kalau dia anugerahkan An'amna Sudah kemarin ya? Sudah kan? Yang huwa humahu Sudah Pa'ala-pa'ala sudah kan? Sudah Berarti sudah Gak ada yang Belum Lanjut Alaikum Berapa kata? Apa? Ala dan Kum Artinya? Ala ataskum Kalian Wa Aufu Aufu Penuhilah Bi Bi Janji Janji apa? Kum Ahdi Berapa kata? Dua Ahdi Dan I Ya Sukun Jadi bi ahdi Ada tiga Bi ahdi Dan I Dengan Janji Ku U Fi Aku penuhi Bi Ahdi Kum Wa Iya Ya Ku Fa Ittakun Ittakun Ni Ku Ini ada Ittakuni Ini artinya Ku Fat Takuni Maka Takutlah Kepadaku Ya Ayo Dibacakan ayatnya Udah hafal? Tutup dulu Qur'annya Kalau belum hafal Ayo tutup dulu Kalau belum hafal Siapa yang membaca Qur'annya? Ada yang membaca Qur'annya? Ada yang membaca Qur'annya? Yang fast ya? Nanti gak ditunjuk Kalau udah dibaca Mau bacanya? Iya Ya Ya Sesuai dengan yang dibaca ya Saya adres Ini Apa? Apa? Udkuru Apa? Apa ya? Tanya Ingatlah Nikmati Ya 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 Alati sama dengan Alati Ya Yang Ah ya Bagus Aku anugerah Penuhi Penuhi Penuhilah Dengar Dengar Janji U U V Aku apa? Aku penuhi Adi 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 Sudah Adi Janji Terima Iya 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 Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Apa? Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Iyya apa? Kalau sedang solat Bahasa Iyaka Na'budu Sepertinya Sepertinya Iyya Hanya Kepada Kalau tumuh Kalau ianya Berarti Hanya Kepada Farhabun Tuh Ada yang nanya Tuh Dijawab Farhabun Apa Maka Irhabun Yang belakang Jangan merasa aman Nanti ditanya juga Ayat berikutnya Akwa Aminu Bi Ma Angzaltum Musad Diko Yang membenarkan Li Ma Apa yang Ma'a Bersamakum Wa La Takunu Kalian menjadi Awala Kafir Bi Hi Wa La Tashtaru Tashtaru Menukarkan Bi Ayati I Samanan Qolilan Wa I I Ya Ya Pak It Taku Ni Ya Alhamdulillah Ya Hafal Semua ya Mbak Baris Ke Pojok Udah Hafal Ayatnya Belum Kalau gitu Ayatnya Dibacakan ya Ya Siap Boleh Ditutup Lebih bagus Ditutup Bapak Yuk Bacakan Antum Siap Habis ya Ayat 2 1 1 Bacanya yang keras Pas 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 Bener Pas Terus Lagi Pas 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 Gimana Gimana Gantian Coba Mau Siap Oh ya Tadi yang baca Enggak Ditunjuk ya Belakang Baris ketiga Dari Siapa Dim Egi Ya Diulang Kalian menunggu Ya Oh Lewat Belum Takunu Belum Takunu Kalau Tas Taruh Apa Walat Takunu Awalaka Biar Gak 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 موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة برات الا اشتركوا في القناة 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 اللهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ أُذْكُرُهُ نِعْمَةِ يَا أَلَّتِي أَنْأَمْتُ عَلَا كُمْ وَأَنِّيهُ فَضَّلْتُ فَضَّلْتُ أَقُ لَبِهْكَنْ كُمْ أَلَى أَلْعَالَمِينَ 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 Maksud ayat ini أَلْعَالَمِينَ أَلْعَالَمِينَ Dilanjutkan Berikutnya أَلْعَالَمِينَ أيسير علم بني سرائل أدخور الهجرة الكفر الكفر م ten geez اعطب الكل هم іقعت sick human أنت أياته س rivals والاتي 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 yang أن أمتو أقوان أبراح كان على أطس كم قلين وَأَنَ أَنِي بَحْوَا إِي أَقُوا أَقُوا أجول أجول وعبارات أجول أقل أجول لكم أجول الس للك كل التخصير Alhamdulillah Ayat terakhir وَإِتَّقُ يَوْمَنْ لَا لَا تَجَزِي 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 نَفْسُنْ عَنْ نَفْسِنْ شَيْئَ 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 وَا لَا يُقْبَلُ مِنْ هَا شَفَاع Apa syafaat itu? Pertolongan لَا يُقْخَدُ مِنْ هَا عَدُل عَدُل وَا لَا هُمْ يُنْسَرُونَ 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 kalau mereka apa? هُمْ kalau لَا تَجَزِي kalau تَجَزِي تَجِزِي 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 وَمَمْبَلَا نَفْسُن سَوَرَانُ أَنْ دَرِ أَنْ نَفْسِن أَنْ أَنْ لَيْن سَيَانْ سَدِكِتْ بُن وَ أَنْ 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 اَنْ يُقْبَا لُ diterima من dari حق شفاة شفاة تن pertolongan و dan لا tidak يو خطو diambil من dari حق عدل تبوس و و لا 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 penjelasannya dari ayat 30 sampai ayat ke 39 ayat berapa 30 sampai ayat ke 39 jadi 10 berapa ayat 10 ayat ini tentang peristiwa penciptaan nabi adam berikut apa peristiwa peristiwa yang ada di surga waktu nabi adam ketika diperintahkan untuk tidak mendekati atau dilarang untuk mendekati 2 kemudian di digoda oleh setan sampai turun ke bumi dan dibekali ayat 39 jadi ayat berapa tentang kisah nabi adam 30 sampai ayat 39 kemudian ketika nabi adam disuruh turun ke bumi apa yang dibekali kepada nabi adam apa dibekalkan apa mana kalimat ayat berapa 38 38 38 38 itu bekal untuk nabi adam apa bekalnya hudan ya tianakumini hudan jadi siapa diantara kalian wahai adam dan keturunan kalian begitu seakan-akan yang mengikuti hudan hudan yaitu petunjuk maka dia tidak akan takut dan tidak pula akan bersedih hati jadi kuncinya apa kalau kita mau belanja bekalin apa kalau pesantren dibekalin apa hudan kemarin hudan atau uang 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 nah nabi adam turun dibekali apa hudan atau hidayah nah hidayah ini tergantung dibekali berapa sebulan 50 ribu 500 ribu wah banyak sekali nah sekarang mau dipakai atau enggak uang itu mau dipakai atau enggak terserah mau dipakai boleh enggak juga boleh nah hidayah pun demikian jadi nabi adam diturun ke bumi anak cucunya itu dibekali apa hidayah masing-masing punya hidayah punya dapat dapat hidayah tergantung kepada di dalam surah al-insan ayat berapa ada yang hafal surah al-insan siapa yang hafal oh coba al-insan ya coba baca dari awal coba baca dari awal al-insan 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 mihinum minaddahri lam yaku say ammal kuro inna kholakna al-insana min nutfatin amsajin nabatali faja'alnahu sami'am basiro ya terus ayat ketiga ya itu penjelasan dari ayat ini nabi adam anak cucunya diturunkan ke bumi dibekali apa nah tergantung inna hadainahus sabila ayat ketiga surah al-insan kami bekali apa sabil kami beri petunjuk dia sabil jalan apa yang terjadi ada yang syukur ada yang kufur tergantung kepada manusianya disini nanti akan menentukan apakah dia akan termasuk golongan orang beriman atau orang kafir kalau tidak mengikuti hidayah apa yang terjadi ayat ketiga 9 gimana bunyinya orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami maka mereka adalah jadi sebetulnya dalam diri manusia itu sudah dibekali apa hidayah mau ikut atau enggak nah kalau ingin selamat ikuti Al-Quran ikuti hadis ikuti jalan-jalan keselamatan gitu mau diikutin atau tidak artinya orang-orang non muslim juga sebetulnya awalnya ada apa hidayah tapi mau dipakai atau tidak kemudian ayat 40 baru berbicara lah tentang kisah Bani Israel Wahi Bani Israel ingatlah begitu banyak nimat Allah yang telah diberikan kepada mereka saat kalah mereka saat kalah mereka di melakukan perjanjian dengan Allah kemudian berimanlah ayat ke 41 wa aminu biba anzal tu musad di kolima ma'akum perintah apa ini ayat 41 tentang apa siapa yang disuruh wahai Bani Israel berimanlah kepada Al-Quran mana kalimat Al-Quran nya Al-Quran nya dijelaskan secara terprinci angzal tu musad di kolima ma'akum aku turunkan sebagai yang membenarkan terhadap apa yang ada pada kalian berarti apa itu? Al-Quran karena Bani Israel mereka tidak percaya kepada Al-Quran mayoritasnya maka diingatkan disini angzal tu musad di kolima ma'akum dan janganlah kalian menjadi golongan yang kufur karena di dalam Al-Quran tertera Nabi Muhammad SAW sementara mereka tidak percaya karena Nabi Muhammad itu apa? bukan dari golongan Bani Israel dulunya mereka berdoa kepada Allah mengsurni ya Allah tolonglah kepada tolonglah hamba tolonglah kami dari kelompok orang-orang kafir dengan cara utuslah utuslah untuk kami atau dari kami rusulan apa? seorang Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman itu doanya mereka ternyata ketika diturunkan seorang Nabi berasal bukan dari Bani Israel mereka apa? ingkat padahal mereka sangat mengenal betul ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW ayat 42 jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil apa maksudnya? jangan campur adukan hidayah dengan kemusyrikan hidayah dengan kekufuran nah ayat 43 perintah supaya memberikan sholat memberikan zakat dan berjamaah ayat 43 ini perintah sholat kemudian apa? berjamaah irka umarokin maksudnya adalah sholat secara berjamaah ayat 44 mengingatkan jangan hanya nyuruh orang terus sementara kalian melupakan diri kalian berjamaah 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 ayat 45 nah ayat 45 apa? mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara satu sholat 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 itu berat atau ringan? ringan kalau subuh ringan kan? tahajud ringan? berat 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 ringan itu berat? berat berat kata Al-Quran juga berat sholat itu berat kalau seandainya gampang semua orang sholat kecuali bagi orang yang apa sih khusus? gimana cara khusus? sholat itu kan berat tapi kata Allah itu enggak berat bagi orang yang khusus terus gimana cara khusus? Tertanam dalam dirinya yakin sedang berhadapan dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah jadi ketika sholat yakin betul bahwa kita akan mati terus yakin sedang berhadapan dengan Allah yakin betul kita sedang berhadapan gitu gitu ketika kita berhadapan kehusuan itu apa? akan muncul baru kemudian ayat keempat tujuh kalau empat enam tadi penjelasan tentang apa? khusus apa itu khusus? jawabannya adalah empat enam empat tujuh kembali kepada Bani Israel mengingatkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka bahkan dilebihkan dari kaum yang lainnya empat delapan larangan atau perintah untuk takut takut kepada hari pembalasan dimana hari itu tidak ada satupun yang bisa membantu orang lain tidak bisa teman saudara apa semua sudah urusan masing-masing dan orang kafir tidak akan mendapatkan pertolongan ya itulah sekilas tentang pembahasan ayat-ayat ini ada pertanyaan silahkan ada kalau ada yang ditanya ada saya mikir dulu apa jelas apa oh pas pas apa mas angkat tangan gitu oh iya siapa namanya Anin 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 siapa namanya Anin Nurin Najib bagus Anin mau tanya Ustadz ya kenapa golongan Bani Israel banyak diceritakan banyak diceritakan dalam Al-Quran dan sebagai contoh untuk dan sebagai contoh seseorang dari Allah kenapa banyak kenapa Bani Israel banyak diceritakan dalam Al-Quran dan mengapa Bani Israel juga sebagai contoh untuk sebagai contoh yang patut kita pelajari pada zaman dulu untuk sekarang jadi kenapa di Al-Quran itu banyak menceritakan tentang Bani Israel gitu ya maksudnya kenapa sih kok nggak Bani yang lain gitu ya nah disini jelas Bani Israel itu sukanya mereka lupa dengan nimat Allah sekarang minta Nabi diturunkan Nabi apa dibunuh kemudian mereka taubat diampuni terus satu saat minta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah ya kan pengen melihat Allah terus diapakan sambar petir sampai mereka mati kemudian dihidupkan lagi diampuni dosanya terus begitu melanggar lagi apain jangan melanggar hari Sabtu kalau hari Sabtu itu jangan sampai ada yang pergi ke pantai nyari ikan nah pas hari Sabtu ikan itu banyak pas hari Sabtu itu godanya besar banget kalau kita hari Jumat lah hari Jumat ada diskon gitu diskonnya hanya jam setengah 12 sampai jam 12 tuh diskonnya jam segitu itu jam 12 ya pas duhur pas Jumat diskonnya nah mereka ternyata hari itu melanggar akhirnya mereka diapa dilanat oleh Allah menjadi kera hati gitu kan terus bertobat anak cucunya diampuni lagi terus apa lagi disuruh disuruh menyebleh apa menyelesafi terus nanya banyak nanya terus akhirnya mendapatkan semakin sulit perintahnya dan seterusnya nah dari sini bisa kita ambil kenapa Bani Israel itu selalu dijadikan contoh contoh terhadap orang-orang yang selalu membangkang maka Allah berikan siksanya artinya jangan seperti Bani Israel itu contohnya itu kebanyakan dari Bani Israel contoh-contoh itu dan kenapa karena memang nikmat paling banyak diberikan kepada Bani Israel anak Nabi Ibrahim siapa dan Nabi Ishak dari Nabi Ishak coba dibaca itu anaknya siapa Nabi Yaakob terus Nabi Yusuf terus Nabi 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 semuanya rata-rata Nabi berasal dari Bani Israel kalau dari Nabi Ismail berapa Nabi? Nabi Muhammad SAW ya artinya ini bisa juga kita ambil semakin Allah berikan banyak nikmat berarti jangan mendorakai nikmat Allah itu Wabawa Allah baik cukup cukup ya kalau cukup kita akhiri Alhamdulillah ini mulainya setengah satu ya depan mudah-mudahan terus bisa begini setengah satu sampai jam setengah dua mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya oh Anwar ya yang wataku yaumal latajidinan berapa tadi? oh ya biasanya tidak ada kalau bisa memberi sahabat dari orang lain dan seorang yang lain itu kalau misalkan apa yang dikatakan dikatakan pengapal Quran yang memberikan syafat itu maksudnya ke sini apa ke yang lain iya wataku yaumala jadzi nafsinan anusin syayin walayyuk balumina syafa'ah takulah pada hari dimana seorang tidak bisa membantu orang lain sedikitpun dan diterima syafa'at atau pertolongan apapun dan tidak diterima tebusan kecuali nanti apa yang disebutkan oleh Nabi diantaranya apa? pengapal Quran jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini sifatnya apa? umum nanti dikhususkan dengan apa? hadis maka diantara fungsi hadis adalah tahsis apa? mengkhususkan atau menjelaskan contoh akimus sholah jadikanlah sholat sholat apa yang disuruh perintah? sholat apa? umum kan? baru oleh hadis ditentukan sholat apa? ada subuh suhur asad maghrib isya ada gak di Al-Quran itu? gak ada kan? nah akimus sholah perintahnya ditahsis dirinci oleh hadis begitu juga dengan sahabat disini dirinci oleh hadis kalau begitu siapa saja yang bisa memberi sahabat diantaranya adalah rasul kemudian diantaranya adalah pengapal Al-Quran di dalam hadis bagaimana fungsi seorang pengapal Quran nanti? keluarganya terus orang tuanya tuh luar biasa terus nanti ada hadis lagi ikrok wartaki fainaman jilatakang indah akhiri ayatin kunta roti buhafid dunya baca sebanyak kamu baca disitulah derajatmu gitu ya nah artinya bisa tergantung kepada terangan di dalam hadis itu jadi sifatnya umum tapi dijelaskan secara khusus oleh hadis contohnya tadi sholat itu umum dijelaskan secara khusus oleh hadis itulah fungsi hadis Nabi s.a.w. ya baik kita cukupkan ya kok sepertinya mau nanya jelaskan subhanakallahumma mihamdik ashadu'allah ilaih astaghfir kawadu wilaik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah